في خضم الأحداث والتوترات التي تتصاعد في المنطقة اختار الرئيس الإيراني مسعود بازشيكيان العراق ليكون محطته الأولى بعد انتخابه خلفاً لرئيسي الذي لقي مسرعه في حادث سقوط طائرته المروحية زيارة بازشيكيان الخارجية الأولى للعراق تمخضت عن توقيع أربع عشرة مذكرة تفاهم بين بغداد وطهران تتعلق بالجوانب الاقتصادية والسياحية والثقافية والزراعية والأمنية فيما وجه الرئيس الإيراني رسائل إلى الداخل العراقي تتعلق باستمرار الهيمنة على العراق واستخدام فصائل عراقية في الحرب بالشرق الأوسط في إشارة لتصريح خامنائي بأن بازشيكيان سيكمل مسيرة رئيسي في بغداد إيران تعتبر العراق حليفا استراتيجيا لمواجهة العقوبات الغربية وهو ما أكدته صحيفة وولد سيتريت جونال الأمريكية التي كشفت في تقرير لها عن قيام نحو عشرين مصرفا عراقيا بتهريب الدولارات إلى طهران وميليشياتها في المنطقة فضلا عن أنشطة إيران المستمرة في زعزعة الأمن والاستقرار في العراق واستخدام أراضيه ساحة للحرب بالوكالة لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني وصفت زيارة الرئيس مسعود بازشيكيان إلى العراق بأنها قد تكون خطوة لإزالة الحدود حيث يعتبر العراق حلقة وصل مهمة بين إيران ولبنان وسوريا في وقت أظهر تحليل أجرته شركة متخصصة في الأمن السيبراني تعرض مؤسسات حكومية وكيانات أخرى في العراق لاستهداف من قبل قراصنة يعملون نيابة عن الحكومة الإيرانية كجزء من حملة تجسس جديدة في العراق الحكومات المتعاقبة في العراق منذ الاحتلال الأمريكي الإيراني في 2003 تعمل وبشكل مستمر وبوسائل وطرق مختلفة تصب كلها بمجموعها في خدمة المصالح الإيرانية وتدمير العراق وتحجيم دوره في المنطقة